مصنع الحلوة هو مشروع يستهلك كثير من الكهرباء فالتدفئة والتبريد وتشكيل المواد الخام كلها لدى مفصلة عن الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الكهرباء في تركيا يتعرض العديد من مصنعي الحلوة المحليين لضغوط كبيرة تدعى فأسار الكهرباء ثلاث مرات تقريبا منذ نفس الفترة من العام الماضي وأسبح إسخلاق الكهرباء الآن أحد تقليفنا الرئيسية تواجه الشترك المصنع الحلويات البناء من عمر 60 عاما وهي خامس أكبر مصدر الحلويات في تركيا أكبر أزمة طاقة من تأسيسها وقالتها ياسي أن تركيا تعتمد على الواردات في جميع أنواع الطاقة تقريبا وأن أسعار الطاقة بمحيذية للكهرباء ارتفعت بشكل كبير منذ الخلطات قيمة العمر العام الماضي وبعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني ارتفعت أسعار الطاقة عالمية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في تركيا هذه صوبة كبيرة بنسبة لنا خاصة أننا شركة موجهة لتستير لأنه يتأين علينا تنافس مع العالم الخارجي ولكن مسار الطاقة الحالي ليس الذي نفرص للمنافسة على التلاق وهذا هو سبب وجودنا في حالة سيئة للغاية وفقا لآخر البيانات الصادرة عن معهد الأحصاء التركية ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 78.62% في يونيو من هذا العام مسجل مستوى مرتفعا جديدا لما يقرب من 24 عاما من بينها ارتفاع سعار الغاز الطبيعي والبنزيل والديزيل بنحو 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من المؤكد أن ارتفع سعار الغاز الطبيعي قد زاد من انفاقنا وأثر على حياتنا والجميع يحاول إيجاد طريقة لدف الفواتير لكن لا أحد يعرف كم من الوقت يمكننا تحمل عندها الاتحاء ويعتقد الرأي العام أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا مستمر أن الوضع الإقليمي مليء بعدم اليقين ومن المرجح أن تظل أسعار الطاقة والمواد الخام العالمية مرتفعة وستأثر دول مثل تركيا التي تعتمد بشكل كبير على وردات الطاقة والمواد الخام باستمرار وأشار الخبير التركي في العلاقة الدولية أنه في ظل توسع الناتو قامت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتأجيج نيران بين روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى تدهور وضع الإقليمي كل عدم الاستقرار هذا الذي خلقوه أو ضغطهم على دول أخرى يعد الآن شيئاً وشيئاً لمتايقتهم ليس فقط التأثير السياسي على الاقتصاد الأمريكي يمكننا الآن أن نرى أسعار البنزين ترتفع في الولايات المتحدة على رغم من أن لديهم صفر وردات من روسيا أو أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر